السلام عليكم إخوتي وأحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب مستمري معكم في الجمل للمحادثات التركية رح نحكي بعض الجمل التركية المستخدمة في الشارع التركي ممكن اليوم نحكي على جمل متعلقة رح تكون بالصفات ومتعلقة مثلا بالمشاعر بشكل أدق يعني متعلقة بالدويغولار يسموها باللغة التركية دويغولار المشاعر التي تشعرها أيضا بإمكاننا نحكي بعض الجمل العامة المستخدمة في الشارع التركي خلينا ننطلق مع بعض الدرس نذهب مع بعض الأول جملة معنا اليوم كيف رح أقول في اللغة التركية أنا أشعر بالسعادة كيف منقول؟ بقول جملة بسيطة أيضا العكس أنا لو رح أقول أنا حزين بقول لو رح أقول أنا غاضب ممكن أقول بمعنى أنا غاضب أو ممكن أنا أقول بمعنى كتير مدهي أو ممكن أقول في اللغة التركية بشكل مجازي بمعنى يعني وصلاني معي لهون بمعنى هذه جملة كلها مستقدمين بمعنى أشعر بالغضب أو أنا غاضب جدا أو مثلا أنا لو قلقان رح أقول أنا أشعر بالقلق بقول بمعنى أشعر بالقلق أما لو رح أقول أنا أشعر بالتوتر في عندي توتر بقول بمعنى التوتر بمعنى القلق لو رح أقول أيضا في اللغة التركية أنا جائع هناك عدة صياغات في اللغة التركية مثلا أنا لو رح أقول جاعت فممكن اقول اجكتم اجكتم بمعنى انا جاعت وايضا ممكن اقول انا جائع بن اجم او مثلا بمعنى جائع جدا وايضا ممكن اقول كارنم اتش كارنم اتش بمعنى يعني بطني جائعة او تحتاج الى طعام كارنم اتش او اجم او اجكتم بصغط الفعل بصغط الاسم اذا رح اقول انا عطشت فبقول في اللغة التركية بمعنى عطشت اما اذا رح اقول انا شبعان فبقول بمعنى انا شبعان او ممكن انا اقول كارنم توك ايضا بمعنى شبعان نفس المعنى ايضا منتابع ببعض الصفات اللي بقول عن نفسي او المشاعر المتعلقة فيني مثلا رح اقول انا هادئ بقول بان ساكين بريسيم ساكين ممكن اقول بان ساكين جملة بسيطة انا هادئ ممكن اقول بان ساكين بريسيم بمعنى انا شخص هادئ ساكين بريسيم بري بمعنى الشخص بريسيم بمعنى انا شخص بان ساكين بريسيم بمعنى انا شخص هادئ ايضا لو رح اقول انا متقلب الميزات يعني احيانا هكذا واحيانا هكذا فاقول برانم برانم تطماز برانم يعني لحظة من لحظاتي برانم تطماز يعني لا تمسك اللحظة الاخرى يعني اللحظات عندي مختلفة تكون برانم برانم تطماز طيب انا زرح اقول انا خجول في اللغة التركية بقول بن اطنقاتم او بقول بن اطنقاتش برسيم اطنقاتش بمعنى خجول اطنقاتش برسيم بمعنى انا شخص خجول او بن اطنقاتشم هذا هو درسنا اليوم نتمنى ان يكون قد دالى اعجابكم وان يكون بسيط عليكم جمل تعبر عن المشاعر عن الاحاسيس صفاتك الشخصية او المشاعر التي تشعر بها في لحظات دون الاخرى اتمنى ان تستفيدوا منها في محادثاتكم في الشارع اه وان تعبروا عن افسكم بالشكل الصحيح اه هذا هو درسنا اليوم الى اللقاء مع درس اخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة المحادثات والجمل التركية اشتركوا في القناة